موسيقى يسعد صباحكم مشاهدينا وفي أولى فقراتنا سكر مالح فيلم فلسطيني يناقش عدة قضايا اجتماعية جريئة متعلقة بالتفكك الأسري وأضرارها على الأبناء الفيلم كان في بداية الأمر مشروع تخرج لليث الحاتم في جامعة القدس حتى تطورت الفكرة لتصبح فيلم بأحد المسابقات الدولية نتحدث أكثر عن هذا الفيلم معنى المخرج والممثل أيضا ليث الهيثم يسعد صباحك صباح النور يا هلا كيف أصبحت؟ الحمد لله تمام كيف المعنويات؟ ممتازة ممتازة؟ ليث طبعا يعني أنا عرفت عليك أنت كممثل وأيضا كمخرج درست الإخراج بالجامعة ولا درست الإعلام ما هي يعني التخصص الرئيسي في الجامعة وليش تم استخدام هذا الفيلم كمشروع تخرج؟ بداية يعني بصبع عليكم وعلى الجمهور الكريم توجهت بالبداية في الجامعة على كلية الإعلام جامعة القدس ولكني لأني بحب التمثيل كنت بمسرح فحبيت أطور نفسي من خلال الإخراج لأنه بساعدك كممثل كمان وأنه تعمل علاقات خلال المجال يعني نعم فدرست الإخراج شفت فيه هواية عندي هواية الكتاب كمان فكتبت فكرة ممكن تكون مختلفة شوي عن الواقع اللي عم نعيش فيها أو منشوفه بالأفلام السينمائية إنه دايما سياسة أو شيء من هذا القبيل فحبيت أقدم هاي الفكرة الواقعية اللي بتمسل مجتمعنا بكل بيت بس بكون الموضوع مختلف شوي هي قضية اجتماعية بحتة يعني أنت اللي طرحتها وطبعا هلالأقدام شوي رح نحضر مقطع صغير من الفيلم اللي عرضته بس بالبداية من وين إجتك الفكرة يعني كيف بلشت بهذا الموضوع عندي خيال شوي أنا ولكن كمان الناس اللي عم بشوفها عندي القريبة مني أو الأوسع شوي دائرة الأوسع عم بشوف هذا التشتت انتم وفي كل بيت عربي في بداية تفكك أسري ولكن إذا ما تعالجش مظبوط بزيد نعم وهذا اللي أنا نقشته يعني أنه في كل بيت بيت وبيتك وبيت أي حدا إلا يصير خلافات بين الزوجين أو أولاد نعم وزمان حلت هذه الخلافات إلا تتطور طبعا فهذا من هذا الأساس أنا جبته من المجتمع نفسه يعني نعم والاسم سكر مالح يعني طبعا الاسم غير مؤلوف يعني وما علاقة حسيت أنا بالفيلم لكن أكيد أنت رابطه فشو تبيعت أنا رابطه بالامرأة السكر هي الامرأة نعم حياتها الملوحة المالح يعني ملح عذاب يعني نعم 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 نحب الملحة أوات نعم المرأة سكر حلوة وملحتها حلوة ولكن في دائرة مهمة باعتدال ممكن بالضبط نعم ولو نتحدث عن القضايا التي تناولها الفيلم أنت ذكرت أنها قضايا اجتماعية بحتة لو تعطينا هيك فكرة عامة عن القضايا الاجتماعية التي طرحتها أنت بالذات يعني أنت طرحت خلافات زوجية ممكن تكون خلافات زوجية بين الزوجين تهميش المرأة انكار وجودها عدم الاهتمام فيها نهائيا من قبل الزوج يعني عدم لا مبالاة بوجودها يعني وجودها وعدم وجودها واحد عنده نعم تخرج من البيت كيف يريدها وترجع يعني كأنها ليس زوجته يعني نهائيا كأنه غربة بقتي العيشين وهذا من عمر مبكر يعني أو من سن زواج مبكر أم لا هذا بصير مع السلاط الزوج اخترت العمر اللي يكون بداية سن الأربعين عند الزوجة هون تكون المرأة بحاجة للاهتمام أكثر لأنه بتكون بلشت بسن نقلة عمرية نعم تصرت حس حلالة هي عم تتغير عم تكبار وعن بدها اهتمام من زوجها فهون ركزت أنه هون مرأة محتاجة للاهتمام فبتلقي ممكن تلقيه برده نعم وممكن تضعف إذا كانت هي ضعيفة الشخصية تروح محدة تاني أو لا نعم عم بتم عرض هيك مقاطع من الفيلم لو تحكي لنا عن الممثلين أيضا اللي شاركوا معاك طبعا شاركت بطولة الفيلم البطلة فاتن خوري من الناصرة نعم منار اللي احنا شايفينها من بيت لحم ونور ابن عمي اه كمان اقاربك الفنية وفيه كمان البطل نيكولا زرينة من بيت جالا ولياسر يتيم من بيت صحور نعم هم كمان ممثلين مسرح معروفين من قبل يعني تقريبا مدة الفيلم قد استمرت اه 12 دقيقة نعم اخترت 12 دقيقة انه توصل الفكرة بسرعة انه ما تكون تقيل كثير نعم وانه الناس تتحكي شو صار نعم انت تتركت نهاية مفتوحة نعم لحتى الناس تفكر تشوف انه هل هذا ولا هذا يعني خيالها يروح يعني حسب شخصية المرأة انت شفتها هل هي رح ترجع البيت او لا نعم هل هي تعرضت لموقف انه المرأة في هذا الفيلم انها هي مثلا سمعت كلمة من حد ولا راحت مع حد تاني ايش النهاية اللي انت تركتها مفتوحة للمشاهدين بفضل انه يحضروا نعم بشكل عام بس هو في صراع نعم مع ذاتها ولكن عندها صديقة انه هل هي قابلة للخيانة او غير قابلة للخيانة بالضبط نعم هل عندها صديقة الممثلة طبعا حنين طربيه من سخنيه بوجهه للتحية نوعه لجميع التحية اكيد بتكون هي المحفز لإلها انه اطلع من الخوف اللي انت فيه روحي يعني يعني فاتش ع حياة جديدة يعني تتركيش حالك مع زوجك المش شايفك نعم امش بحياتك تطوري انت بتشتغلي متعلمة يعني مش ست بيت يعني عادية و بس طبخ و نفخ لا انت بتشتغلي نعم فهي بلش تتفكر بلش تتغامر زي ما هي بتحكيه لانه هي ضعيفة يعني ما بدهاش تطلع من حدود البيت لانه عندها أولاد نعم والمشاكل اللي بتصير كمان قدام الأولاد على البعد على البعد يعني الزمني والعمري بأثر على الأولاد أكيد يعني نشوف انه الطفل بتاتئ يعني في مرحلة من أسباب المشاكل اللي بتصير يعني نعم او حتى الاطفال بتطلع شخصيتهم كتير كتير ضعيفة او بتطلع شخصيتهم كتير عنيفة او كتير عدوانية طبعا بسون عمر جامعي يعني ممكن تخاف من مرحلة الزواج بسبب مشاكل امه وابوها نعم فهذا الموضوع يعني كتير مهم يعني نعرضه نعم ولو نتحدث عن مشاركات الفيلم طبعا هو بلش كمشروع تخرج انت هل اتميت مشروع تخرج من خلال هذا الفيلم؟ نعم الفصل هذا تميت مشروع تخرج ولكن نجاحه كان مش متوقع صراحة نعم كنت بمرحلة انه ما بدي اعمل هذا المشروع ولكن لقيت الدعم يعني من اهلي انه لازم تعملوا لانه كان مكلف شوية ماديا وكان صعب علي اجيب ممثلين قادرين يقدم هيك ادوار لانه كاركتيرات مركبة يعني نعم فلكيت الدعم كمان من ممثلين انهم ايجوا بابلاش ساعدوني لانه امنوا بالفكرة وطلبوا هاي الصورة الحمدلله يعني وجاب يعني خلينا نحكي مش افضل فيلم من افضل الافلام لانه في ناس زالت ام حكيت افضل فيلم ولكن الدكاترة بشهدتهم باللسانهم بالفيديو حكوا افضل فيلم من اربع سنين بالكلية نعم طبعا اللي بيحضر الفيلم اكيد بقدر يحضر يحضر عليه لو كمان تحدثت عن المشاركات خارج اطار الجامعة وخارج اطار الدراسة وشاركتنا انا نزلت تريلر على الفيسبوك بسيط هاي ففي اشخاص عندي حكوا لي شارك بمهرجان حلم بالاردن بالدورة التانية فبعتت ومهرجان بقابس بتونس للدورة التانية كمان بعتت فبعتوا لي انه فيلمك ترشح يعني لجواريس بعتوا لك ردود بعتوا لي طبعا ولكن بالاردن بمهرجان حلم كانوا مركزين انه على الافلام الريادية قصة نجاح شخص مثلا نعم بده يسير وصار بالفيلم نفسه انا ما بناقش فانه ترشح انه يشارك فشارك بس الدول العربية منها لبنان العراقي المغرب تونس وبمهرجان بقابس اعلان جائز عنه بكون بشهر عشرة ومبارح نعرض بمهرجان بيت لحم حياة بيت لحم نعم لو انتحدث كمان عن الاعمال اللي ممكن انت تقوم فيها في المستقبل هل راح ترجع تخوض هذه الترجمة مرة تانية هل راح ترجع في نفس الاطار الاطار القضايا الاجتماعية ولا حتاخد مساقة او منحة اخر لا انا عم بشتغل حاليا على مسلسل حي يبصر النور برمضان ان شاء الله انا بكتوب فيه وان شاء الله يكون من اخراج كمان ان شاء الله مطارح نفسك ممثل في انت المخراج وانت الممثل مش شاعب اكبر عليك لانه بدي اخلق الفرصة لنفسي لانه بالبلد انت بتعرفي انه صعب تلاقي فرصة يعني او حدا يقامن بموهبتك في عندك موهبة بس عندك الدعم فاذا انت بتقدر تكتوب تخرج وفي داعمين طبعا معك مش لحالك فاكيد بكون كثير من احلاء لك وبيدي اخرج فيلم في يعني انا مرشح انا اشتغل بفيلم طويل يعني اخرجه ان شاء الله ان شاء الله وانتحدث ايضا عن اهلك وخلينا نحكي اصدقائك ومحيط اللي حواليك هل برضو بدعموا هذه الافكار انك انت تخوض هذا المجال وتتطور فيه انا بصراحة هاوسهم بالموضوع فاكيد بيدعموني خلل انت حطتهم تحت الامر الواقع لا اه مجال لازم تكونوا انتم معي فلا بيدعموني دائما اكيد ام وابوي واخوتي هم السندي الاساس للي ولولا هم موصلت انا قبل هذا الفيلم فشلت في فيلم سابق لهيك يمكن نجح هذا الفيلم من اضمك عن اسرارك قبل سنة بالضبط حاولت اعمل فيلم فيه شخص من الفضل يعني انه خلاني اقوم اكتب فيلم واقدمه صديق عزيز علي اسمه فادي باتريس بوجيل وتحية هو حكالي يلا روح انت يعني ليش محبط لا اعمل لو فيش فرص يعني انت عمل الفرصة فقمت عمال وتسويت ولكن ما تمش لانه ما كانش فيه امكانيات يعني تصويرية ومادية ففشل فأحبطت صراحة تخرج حكولي يلا تعمل كمان واحد وتعمل تحول مراتين وبالفعل يعني مريت بصعوبات مادية كثير وعلاك حد يصور معي وكده هي ابرز الصعوبات كانت من ناحية المادية او ايضا غلبوك يعني كمان التمثيل الاعداد وكماد الأمور هو كاعداد احنا عنا مرحلة اعداء مع الدكتورة يعني هي ساعدتنا ولكن انك تجيب الممثلين وانك تجيب الانتاج لانه انت مش مغطى تكليف التصوير انت عليك فكان صعب وكمان الممثلة البطلة من الناصرة ايجتني من الناصرة بيت لحم من دون ما تأخذ ولا شيكل يعني وهذا كله يعني تم التصوير في مدينة بيت لحم في منزلي تم التصوير اه في مدينة بيت لحم صحيح نعم فهذه الصعوبات خلقت نجاح يعني والفشل خلق نجاح لي فالحمدلله تكلل بمشاركته لو ما اخذ الجائزة مجرد انه شارك بمهرجانات دولية هذه كبداية نعم وانه اسمك موجود في هذه المهرجانات وفي سن مبكر يعني بما انك خريج ويسا جديد ما عمر 25 سنة يعني اللي عمر كله يارم ولو كمان نحك عن طموحك المستقبلية هل رح ضلها في اطار الافلام والإخراج السينمائي ولا انت ممكن تكتركها بل ايام تروح للتمثيل او ممكن تختار مجال اخر مختلف كليا في عدة خيارات طبعا عند الشخص ان اذا كان طموح يعني طموحه ما بتوقف انك مؤين ولكن حاليا بفكر بالتمثيل والإخراج وقد يكون في فرصة اني اقدم برنامج يعني باهدة القنوات المحلية فلحد هسا هيك بفكر لحتى يوم اوصل هاي المرحلة ويفكر اكتر من هيك يعني ادرس كتبات ان شاء الله ان شاء الله طبعا احنا دائما نتمنى توفيق للجميع طبعا نتمنى لك توفيق والنجاح ان شاء الله فيلمك كمان يوصل لأكبر قدر ممكن من المشاهدين بما انه بترحي قضايا مهمة وقضايا اجتماعية مش الكل عنده هالجرأة انه يترحها في مجتمع مثل مجتمعاتنا مجتمع كتير بركز على الاسرة والخصوصية خلينا نتحدث يعني كتير قليل محدة يفتح هذا الموضوع حتى على شاشات التلفزيون قليل يعني موجود في الدول العربية ولكن في فلاصطين دائما نركز على القضية السياسية وطبعا لازم نركز ولكن كمان عنا مواضية اجتماعية لازم نركز فيها لانه احنا عم نعيش كمان تحت احتلال وتحت حياة فيه تفككات فيه مشاكل تانية فيه طلاب جامعة بيعانوا من أشياء كتير لازم نركز على المواضية لحتى توصل للمجتمع العربي يعني درامتنا احنا الدرامة الفلسطينية شوية رقيقة يعني لانه شح الإنتاج وشح الكتابة بس اذا كان كتاب شاطرين يدعموهم انه يقدموا شيء ليش لا نعم ولو هيك توجه زي خلينا نحكي رسالة اخيرة عن فيلمك للناس اللي لسه ما حدروا وش بتدري طولهم عنه يعني بيتمنى انه بالمشاركات الجاي تيجو تحضروا لانه يصحق المتابعة بشهادة الكثير فان شاء الله كمان العمل اللي جاي يكون مسلسل يكون اقوى واجرأ من هيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الف عافية ونهارك سعيد مشاهدينا هيك من كون وصلنا لختام فقراتنا راح ننتقل لفاصل قصير واكيد راجعين خلوكم معنا